قرار الجزائري الموجود في الجزائر والوضع دي الاستقرار السياسي لكن وضع اجتماعي واحتقان ووضع اقتصادية مترضية مع السفحناتش ما بغيناش وما كان تمنوش للشعب الجزائري والجزائر والدريع لدلك ان المغرب عبر صاحب الجلالة بالاساس كانت له مبادرات من اجل انه يمدلد من اجل اننا انطوي واحد السفحة مع الجزائر ولو يبقى اذاك الخلاف اللي مع الاسف هما اللي مسؤولين عنه هذه زيد تقريبا خمسة عقود هما كعكس المغرب في القضية دي الوحدة الترابية دياله مع ذلك بقى المغرب متشبيت بالهدوء بالبحث يعني على قد الاخوة على قد التضامن على قد التعاون مع الجزائر عكس ذلك هما دائما متعنتين دائما كعكس المغرب على جميع المستويات ومع الاسف طالما ان هذا النظام اللي مرتبط بالجيش يبقى مستمر لا اعتقد بانه يتعين ان ننتظر شي تغيير على هذا المستوى كفى من هاد الاساطير من هاد الخرافات من هاد الحماق بالدريجة اللي هما فيه واللي كيجعل بانه عمليين هاد شي كيضر بالشعب الجزائري كيضر كذلك بالشعب المغربي لانه بإمكاننا معا كما اكد على ذلك صحيب جل الله اننا نديرول كثير اننا نشكلوا فضاء مغاربي اكبر اقوى اننا على المستوى العربي نكونوا نافدين جميع اننا نعملوا امور اساسية في تعاوننا مع افريقيا اننا كذلك نشكلهم جموعة قوية في علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي لكن مع الاسف هما بقى عندهم واحدة نظرة دي الحرب الباردة التي تعود كما قلت الى عقود وبالتالي كانت منه انه يرجعوا على الغي ديلهم على الته ديلهم وانهم يحاولوا يتبنوا هذا المقاربة الايجابية للمغرب شفتوا الرد دي الخارجية المغربية رد متزن رد هادئ هذا دليل على ان المغرب قوي بما انجزه بوحدته بوحدة صفه وفي مقابل ذلك هناك هذا الحماق اللي كانت منه ان جزائريين النظام الجزائري الله يهديه قبل ان تخرجوا لا تنسوا ان تابنوا معنا في لاشين يوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي و لا تنسوا ان تقوموا الجامع